التي أرادها العزيز الغفار لهذه الأمة الكريمة ولأبنائها وأولادها من وراء العبادة لكان إنسانا آخر شتان شتان بين ابن من أبنائنا يصل الفجر في جماعة ويجلس في الأذكار ليردد الأذكار إلى أن يشتشرق الشمس ليركع ركعتي الضحى ثم يعود إلى بيته أو حتى في بيته يعد جدوله الدراسي ويجدد وضوءه مرة أخرى وينطلق إلى المدرسة الإعدادية أو الثانوية أو إلى مرحلة الجامعة وهو متوضع لله وهو في ذمة الله شتان شتان بين هذا الولد وبين هذا الابن العزيز الحبيب الكريم وبين ابن آخر ذكرت حاله آنفة لا أين نور السهى من شمس الضحى وأين الثرى من الثرية وأين الأرض من كواكب الجوزاء شتان شتان نريد أن نربي أولادنا على العبادة وأن نغرس في قلوبهم حلاوة العبادة وفضل العبادة وأن العبادة ليست للتعذيب ولا للتأنيب ولا للإرهاق الولد يبقى أيم الصبح مكسل يتوضع مش هين عليه يغسل وجه وجهه ليه حاسس أن العبادة ثقيلة لأنه هو ما شفش الخفة بادية على والديه لم يرى النشاط والقيام والإقبال على الله جل وعلا لم يجلس معه والداه ليبين له فضل العبادة وقولوا لنا الصلاة رب العزة ما فرضش علينا الصلاة عشان يريد أن يعذبنا يريد أن يؤنبنا يريد أن يتعبنا جل جلاله لا لا يبند العبادة دي إنما هي من أرق وأعظم صور رحمة الله بالخلق إيه إيه آه أنت مش أخد بالك ضرب العزة بالعبادة يهيئك لتكون آدميا بحق لتكون إنسانا يستحق القيام بين ديه جل وعلا في الدنيا وليكون قريبا منه تبارك وتعالى ليسعد بالنظر إلى وجهه الكريم في الآخرة حضرتك لو عرفت الغاية من كل عبادة والسر وراء كل عبادة لسجدت لله شكرا أن فرض عليك العبادة ما عرفش استوعبت المعنى ده حبيبي في الله ولا لا بقول لو عرفت السر وراء كل عبادة والحكمة وراء كل عبادة لسجدت لله شكرا أن فرض عليك العبادة لتكون أهلا للقيام بين ديه ولتكون أهلا للقرب منه سبحانه وتعالى وللنظر إلى وجهه الكريم ولله المثل الأعلى لو طلب ملك من ملوك الدنيا أو أمير أو رئيس أو رئيس وزراء لو طلب أن يدخل إليه في مكتبه فلان وأعلن ذلك وأنه يستضيفه بل ويدعوه لزيارته أسألك بالله كيف يكون حالك إن كنت أنت هذا الذي دعيت لتجلس في مجلس ملك من ملوك الدنيا كيف يكون حالك إنها كرامة نعم إنها كرامة بلا نزاع إنها كرامة ستراها كرامة وستراها منقبة وستراها نعمة فما بالك أيها الحبيب إن دعاك ملك الملوك جل جلاله لتقف بين أديه سبحانه بل ولتناجيه ولتكلمه ثم هل تفكرت في لحظة تسعد فيها بالنظر إلى وجهه جل وعلا قليل منك يكفيني ولكن قليلك لا يقال له قليل ورضوان من الله أكبر والله لو تفكرت فيما أقول لطاش عقلك إن تعرف حضرتك تصبح أهلا لهذه الأهلية بإيه بالعبادة الصلاة تقف فيها بين هذه الله قراءة القرآن تقرأ فيها كلام الله هذه عبادة من أعظم عبادات تقرأ فيها كلام الله الذكر تهيئ نفسك ليذكرك ملك الملوك وهكذا الصيام تقوى الحج تقوى يؤهلك لتكون تقيا يؤهلك لتكون نقيا يؤهلك لتكون تقيا وإن كنت شقية بالعبادة آهل لو عرفنا الأسرار ثم يا أخي مش هكلم عن الأسرار ولا هكلم عن الحكم بالله علينا بالله علينا مش عب علينا وعب كبير أوي أن يتذكر كل واحد فينا إحسان من أحسن إليه من البشر ولو كان الإحسان قليلا يعني لو تصدق عليك رجل من أهل الفضل بمئة ألف بمئة ألف أسألك بالله لو أنت رجل أصيل هل تنسى هذا الإحسان والله لن تنساه ما حييت والله لو أحسن إنسان من أهل الإحسان لرجل من أهل الفضل والوفاء والله لن ينسى إحسان هذا المحسن ما عاش حيا في هذه الدنيا أنا أتعجب وأقول كيف لا ننسى إحسان من أحسن إلينا من البشر وننسى إحسان رب البشر وننسى إحسان رب البشر فصورة الإحسان صورة الإحسان في عطاء هذا المحسن من أهل الدنيا إنما هي محض فضل الله عليك لأنه لو لا أن الله حرك قلبه بالحب إليك وحرك يده بالبذل والعطاء إليك والله ما عطاك جنيها واحدة ولا دينار واحدة لو رددت الفضل إلى صاحبه ولو رددت الإحسان إلى صاحبه لعلمت أن الذي أحسن إليك هو الله لعلمت أن الذي تفضل عليك هو الله فأنا أقول يا أخي حتى ولو لم تقف على سر العبادة ولو لم تقف يا ولد الحبيب على حكمة الصلاة يا أخي أليس من حق الله جل وعلا عليك ومن حق الله علينا أن نعبده مش ده حق أول له سبحانه وتعالى حتى ولو لم نعرف الحكمة ولو لم نقف على الأسرار من وراء هذه العبادات ابن الحبيب كيف بلغت ومع ذلك لا تصلي كيف تذهب إلى الجامعة وأنت لا تصلي ثم أنت أيها الوالد كيف تذهب في الصباح إلى وظيفتك وأنت لم تصلي الصبح في جميع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر